وده اللي قالته الأنرواء وقالت كمان أنه أطفال غزة بينتظرون للأسف مستقبل صعب جداً والخسائر في صفوفهم مأساوية بعد أربع شهور من الحرب الوحشية معنا الآن الدكتور جهاد أبو لحيا أستاذ القانون ونظم السياسية الفلسطيني صباح الخير على حضرتك يا فاندم صباح الخير يا فاندم صباح الفلية دكتور يعني أنه المؤسسات الدولية نفسها هي اللي بتتحدث عن الوحشية لهذه الحرب وعن الإبادة الجماعية التي تتم فكيف ترى بقى أنه ده ممكن يسهم في وقف إطلاق النار منذ السبع من أكتوبر وأكثر من مئة ألف فلسطيني حتى تاريخه ما بين شهيد وجريح ومفقود وذلك نتيجة آلة القتل الإسرائيلية المجنونة التي تستفحل في قتل أبناء شعبنا الفلسطيني أمام مرأة كل العالم ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواسيخ الدولية وفضلا عن نزوح أكثر من مليون سلعمائة ألف فلسطيني الأكثر من مرة من أماكن سكنه وذلك أدى إلى انعدام مقومات الحياة بشكل كامل حيث نشاهد استهداف مباشر للمستشفيات واستهداف مباشر بالمدارس وذلك رغبة من جانب الاحتلال الإسرائيلي في تدمير مقومات الحياة للفلسطينيين ومنها في مقدمتها أيضا المدارس والجامعات وكأن الهدف من هذه القصف المباشر هو محاولة تجهيل الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه الأساسي في التعليم وحرمانه أيضا من الصحة وحرمانه أيضا من الحصول على لقمة العيش طيب يعني كل هذه دلائل أكيد على الإبادة الجماعية هل شايف حضرتك أنه كل هذه الدلائل ممكن تكون يعني دلائل أمام المحاكمة الدولية لفكرة إدانتها رسميا محكمة العدل الدولية تبنت إجراءات فورية منذ عشرين يوما تقريبا ما كانت لتعلن هذه التدابير لولا أنها رأت هناك شواهد على جريمة الإبادة الجماعية التي تتكبها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني هذه التدابير الفورية تؤكد للعالم كله أن إسرائيل تتكب في خطاء غزة جريمة إبادة جماعية بحق كل الفلسطيني الموجودين في خطاء غزة دون أي تمييز ما بين فلسطيني وفلسطيني طبلا عن أن هناك دعوة أخرى تقدمت بها عدة دول إلى محكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة الأدوان الإسرائيل على خطاء غزة وذلك نظرا لأن العالم كله يرى كيف أن إسرائيل تدوس بقدمها على القوانين والموافق الدولية ولا تحترم كل القوانين التي تحرم استهداف المدنيين واستهداف الأعيان المدنية بهذا الشكل اللا أخلاقي وبهذا الشكل المجنون الذي لم يحترم أي شيء مع الأسف الشديد في خطاء غزة حيث أن الفلسطيني في خطاء غزة بات معرضا كل الأحظى وكل ثانية للإستهداف من آلة القتل الإسرائيلية فإما أن يموت جوعا وإما أن يموت قتلا وإما أن يموت مرضا طيب دكتور جهاد حضرتك شايف إزاي الدور المصري تحديدا في إسهامتها أنها تصل لهدى إنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع كفلسطيني صراحة لا أنظر إلى تصريحات جو بايدن وكأنها مظل لمعلومة علينا أن نعي جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة مع إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية حيث أنها هي التي ترسل إلى إسرائيل الطائرات وترسل لها المقنابل وترسل لها المتفجرات التي يتم إلقائها على إستاذ الشعب الفلسطيني وبالتالي لا يمكن الاعتماد على ما قال جو بايدن من التشكيك في موقف مصر وكأنها مصدر للمعلومة وأيضا باعتقادي أن الجهد المصري الذي تم بذله ليس وليد اللحظة ليس فقط منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة مصر والشعب الفلسطيني في علاقة صداقة وعلاقة أشقاء منذ عشرات السنوات ولا يمكن التشكيك في الموقف المصري نهائيا ولا يمكن أن تزعزع الثقة ما بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري لمجرد تصريحات مع رجل خرف ولديه زهايمة والعدوان الإسرائيلي الذي مازال مستمرا يثبت الأرقام على أرض الواقع أن مصر ما قدمت أكثر من 75% من المساعدات هي مساعدات من مساهمات مصرية بحتة فضلا عن أن استقبال مصر إلى عدد كبير من الجرحى الفلسطينيين داخل مستشفيات لعلاجهم وفضلا عن تجهيز كل المساعدات التي تأتي من كل العالم من خلال أيدي مصرية بحتة هي التي تساعد وهي التي تجهزها وتمهيدا إلى إرسالها إلى غطاء غزة بالتالي المزاودة على مصر هو أمر مرفوض وما هي إلا جعجعة فارغة الهدف منها هدف المغرض باعتقاد أنه ليس وقته أمام هذا الدم الفلسطيني الذي ما زال يثير منذ 7 أكتوبر العام الماضي مصر جهودها كبيرة على كافة المستويات بداية من المستوى السياسي الذي يمثله الرئيس الأصري عبد الفتاح السيسي الذي حذر من مخطط تهجير الشعب الفلسطيني وهو أول من حذر صراحة من مخطط تهجير وذلك نظرا للرؤية السياسية الكبيرة والمتقدمة التي لديه ولم يكتفي عند مجرد التحذير وإنما حشد الجهد السياسي الكبير حيث انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر للسلام من أجل حشد الدور الكبير لوقف عملية التهجير ووقف مخطط ناتينياهو وحكوماته اليمينية المتطرفة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه واعتبر أن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة هو خط أحمر بالنسبة لمصر بالتالي مصر لم تكتفي عند المستوى السياسي أيضا وإنما حشدت الجهد الدبلوماسي بواسط وزير خارجيتها سامح شكري مصاحبة لوزارة الخارجية الفلسطينية لكي تطرح كل المؤسسات الدولية لتعبر عن رؤية الفلسطينية بشكل كامل وتحشد الدعم الدبلوماسي من أجل المواقف الدبلوماسية في المؤسسات الدولية ناهيك أيضا عن الموقف الشعبي حيث أن الشعب المنصري الشقيق كان وما زاله وداعم لشعبنا الفلسطين حيث نجد صراحة أنفسنا ما بين أهلنا وبين ذوينا حينما نسمع إخوتنا المصريين وحينما نراهم كيف يمدوننا بكل وسائل المساعدة والإغاثة والدعم وهذا صراحة ما أنجح وصول رؤيتنا الفلسطينية إلى كل العالم حيث أن الإعلام المصري الشقيق وأنتم جزءا منه صراحة تم تجنيده من أجل نقل الرواية الفلسطينية بشكل كامل وبشكل عادل حتى يرى العالم كله جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر المباشر ودون أي تزييف أو تغيير للحقائق ناهيك أيضا عن دور المؤسسات الأهلية في مصر التي أيضا احتشدت ورأينا كيف أن التحالف الوطني للمجتمعات الأهلية كيف يجهز الشاحنات الكبرى من أجل إرسالها إلى غطاء غزة وما زالت مستمرة صراحة هذه الشاحنات وهذه المساعدات فبالتالي المزايدة على مصر باعتقادي أن من حاول أن يضع هذا المصطلح بجملة مفيدة باعتقادي أنه فشل وسيفشل لأن مصر أرقامها على أرض الواقع هي التي تتحدث بياناتها على أرض الواقع هي التي تتحدث خطواتها على أرض الواقع هي التي تتحدث نتحدث أن مصر هي التي راعت جهود الوساطة في هدنة السبعة أيام في هذا العدوان الإسرائيلي ونجحت مصر مع قطر في توصيل الاتفاق والآن هي التي بوافط رئيس مخابراتها هي التي تدير هذه المفاوضات التمهيدة للوصول إلى الاتفاق مع الجانب الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي المزايدة على مصر كما وضحت أنها ما هي إلا جعجعة فارغة ليس هدفها إلا هدفا مغرب أنا بشكرك جدا دكتور جهاد أبو لحيا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني يعني أنا بشكرك جدا جدا